عزيزات التلميذات أعزائي التلاميذ مستوى جدع مشارك علوم تناولنا في البرنامج الدراسي في المجزوءة الأولى الإنسان والأرض وقد تضمنت هذه المجزوءة محورين أساسيين المحور الأول تضمن مكونات الوسط الطبيعي أما المحور الثاني فقد تضمن أشكال السرلال الإنسان في مجاله الريفي والحضاري سننطلق إن شاء الله في المجزوءة الثانية التي تحمل عنوان البيئة بين التوازن والاختلال وقد تضمنت أيضا هي الأخرى محورين المحور الأول المنظومة البيئية واختلالاتها أما المحور الثاني فقد تضمن جهود الإنسان من أجل إعادة التوازن البيئي وتحقيق التنمية المستدامة إذن مع المحور الأول المنظومة البيئية واختلالاتها سنقدم من خلاله الدرس الأول المنظومة البيئية مفهومها وأسوس توازنها والتعريف بأنواعها وقد تضمنت عدة أهداف كان أولها مفهوم المنظومة البيئية وسنميز أيضا بين مكونات هذه المنظومة سنحاول أيضا إبراز أسوس توازن المنظومة البيئية وتفسير التفاعلات والعلاقات والترابطات القائمة داخلها كما ستعرف أو سيعرف هذا الدرس أنواع المنظومات البيئية وسنوطنها مجاليا إذن مفهوم المنظومة البيئية ومكوناتها مفهوم المنظومة البيئية يتم تحديد المنظومة البيئية إيكو سيستام كوسط طبيعي حيوي يسمى بالمحية الذي تعيش داخله العشيرة الإحيائية غير أنه من الممكن من المنظور الديناميكي تعريف المنظومة البيئية بكونها الوسط الطبيعي أو فضاء العيش بمختلف عناصره الحيوية والذي تتفاعل في إطار الكائنات الحية عبر سلسلة من العلاقات في مقدمتها العلاقات الغذائية إذن فالمنظومة البيئية عبارة عن علاقة مركبة بين مكوينين أساسيين المحية والعشيرة الإحيائية فبالنسبة للمحية هو الإطار أو الفضاء أو الوسط الذي تعيش فيه الكائنات الحية النباتية والحيوانية يتكون هذا الوسط من ماء هواء طربة حرارة وضوء المكون الثاني العشيرة الإحيائية هي عبارة عن تجمع لبعض الكائنات الحية من نباتات وحيوانات تعيش بشكل مترابط داخل بيئة طبيعية معينة إذن بعدما تعرفنا على المنظومة البيئية سنتعرف على مكوناتها وتنقسم إلى مكوينين أساسيين المكونات اللائحيائية أي بعبارة أخرى هو المحية فهذه المكونات اللائحيائية تضم الغلاف الجوي الغلاف الصخري والغلاف المائي بالنسبة الغلاف الماء الجوي هو عبارة عن خليط غازي يضم النتروجين الأكسيجين والأراغون وتاني أكسيد الكربون هذا الغلاف هو مصدر الضواهر الجوية على كوكب الأرض وعنصر أساسي للحياة يقوم بحماية الأرض من الأشعة فوق البنفسجية ومن النيازك العنصر الثاني الغلاف الصخري يضم عدة طبقات لكل طبقة دور في الحفاظ على الحياة أهمها وهي القشرة الأرضية التي تتفاعل داخلها مجموعة من الكائنات الحية الغلاف المائي مصدر غذائي خزان للمعادن والطاقة هذا الغلاف يتكون من مياه مالحة بنسبة 96.6% من إجمالي حجم المياه على سطح الأرض و2.4% عبارة عن مياه عدبة المكون التاني من منظومة البيئية وهي المكونات الإحيائية أي بعبارة أخرى العشيرة الإحيائية تضم ثلاث مكونات أساسية مترابطة وهي المنتجات المستهلكات ثم المحللات عزيزة التلميذ عزيزات التلميذات بالنسبة للمنتجات هي عبارة عن كائنات ذاتية التغذية أي تزود بعق الكائنات أخرى بالطاقة ومنها النباتات والطحالب والحشائش بالنسبة للمستهلكات هي كائنات غير ذاتية التغذية كالحيوانات العاشبة واللاحمة بالإضافة إلى الإنسان المحللات وهي آخر من المكونات الإحيائية هي كائنات تعتمد على الغير في التغذية وتقوم بإعادة تصنيع المواد العضوية في النظام الإحيائي من بينها القرديات وذيذان الأرض إذن بعدما تعرفنا على مفهوم المنظومة البيئية وأسوص توازنها أو عفوا مكوناتها الأساسية سنتعرف على التفاعلات القائمة داخل هذه المنظومة هناك ترابطات وتفاعلات بين هذه المكونات الإحيائية والمكونات اللا إحيائية على سبيل المثال فالنباتات تزود المناخ بالرطوبة أما المناخ يؤمن للنباتات كل ما تحتاجه أولا من حرارة هواء ماء ثم ضوء بشكل تفصيلي آخر المنظومة البيئية هي عبارة عن ترابطات عبارة عن تفاعلات بين مكوناتها الإحيائية ومكوناتها اللا إحيائية على سبيل المثال فالمياه تقوم بتعرية التضاريس أما التضاريس فهي تقوم أو تؤمن المجاري الأمائية أو الأودية للمياه إذن هناك علاقات تفاعلية ما بين هذه المكونات منها النباتات والمناخ والوحيش والتضاريس والتربة إذن هناك علاقة تكامل وترابط وتفاعل داخل ما يسمى بالمنظومة البيئية إذن ما هي أسس توازل المنظومة البيئية وما هي مجالات انتشارها تقوم المنظومة البيئية بوظائف أبرزها أو تقوم على أسس أبرزها دورة المياه دورة الكاربون وتدفق الطاقة بالنسبة لدورة الماء أو الوظيفة الأولى أو الأساس الأول كما نلاحظ في هذه الصورة تصل أشعة الشمس إلى سطح الأرض وتنعكس على المسطحات المائية فتبدأ فتبدأ عملية تبخر المياه ليتحول من حالته السائلة إلى حالته الغازية فيصبح أخف ويصعد إلى الطبقات العليا من هذا الغلاف تتكاتف هذه القطرات الضقيقة مكونة سحب عندما تصل إلى مرحلة التشبع تتساقط هذه القطرات على شكل تساقطات وهذه التساقطات إما على شكل صلب عبارة عن تلوج أو تساقطات سائلة عبارة عن أمطار تساهم في تغذية الجريان الماء فوق سطح الأرض ثم تعود الدورة من جديد إذن كخلاصة هذه الوظيفة هي وظيفة مركبة ووظيفة مغلقة بالنسبة للأساس الثاني تدفق الطاقة يستمد المنتجون وهم النباتات الطاقة من الشمس من أجل صناعة المادة العضوية التي يستحركها أو تنتقل إلى المستهلكين من الضرجة الأولى وهم الحيوانات العاشبة من بعدها تمر إلى المستهلكين من الضرجة الثانية وهم الحيوانات اللاحمة من بعدها إلى المحللون ثم تتحرر هذه المادة وتعود إلى الفضاء الخارجي ثم الأساس الثالث دورة الكاربون يوجد عنصر الكاربون في الهواء في شكل تاني أكسيد الكاربون تمتصه النباتات ليخضورية أثناء التركيب الضوئي لإنتاج المادة أو المواد العضوية يعود جزء من الكاربون إلى الهواء إما عن طريق تنفس الكائنات الحية أو تعفن بقايا الكائنات الحية في المحور الآخر أو الأخير سنوطن المنظومات البيئية إذن كوكب الأرض لا يتوفر على منظومة بيئية واحدة بل هي عبارة عن عدة منظومات بيئية متنوعة ومتعددة هذه المنظومات يمكن تقسيمها إلى منظومات بيئية حارة منظومات بيئية معتدلة ومنظومات بيئية باردة بالنسبة للمنظومات البيئية الحارة تضم أيضا داخلها مجموعة من المنظومات المترابطة والمعقدة كالصحاري الحارة التي تتميز بغطاء نباتي معين وهو قلة الغطاء النباتي أو ندرة الغطاء النباتي وتوفر على بعض النباتات هي عبارة عن نباتات شوكية ثم أوساط شبه جافة أيضا تميل إلى ندرة الغطاء النباتي ثم وسط مداري رطب عبارة عن أعشاب طويلة تسمى بالصافانا ثم غابات منفرجة بالإضافة إلى غابات كتيفة عبارة عن غابات السوائية كغابة الأمازون بالنسبة للمنظومة الثانية وهي منظومات بيئية معتدلة كغابات معتدلة بالإضافة إلى براري وسهوب معتدلة ثم المنظومة البيئية الثالثة التي تدخل ضمن المنظومة البيئية المعتدلة وهو وسط متوسطي يتميز بتشكيل بتشكيل نباتية وحيوانية متنوعة ومتوسطية المنظومة الأخيرة هي منظومة بيئية باردة انقسمت إلى ثلاث منظومات منظومة توندرا وصحاري الجليدية المتواجدة في كل من القطب الشمالي والقطب الجنوبي ثم إلى غابات شمالية الطيقة ثم المنظومة الأخيرة وهي المرتفعات الجبلية تتميز بالتدرج لا على مستوى الغطاء النباتي ولا على المستوى تدرج أيضا التصنيف الحيواني وفي الختام المنظومة البيئية كما قلنا تسير وفق نظام مركب ومعقد سريعة التأثر والتظهور بعدة عوامل إما طبيعية وإما بشرية إذن سنطرح تساؤل ما الاختلالات وما التحديات التي تواجه المنظومة البيئية هذه الإجابات سنجيب عنها من خلال الدروس القادمة إن شاء الله إلى اللقاء مع درس قادم وشكرا ترجمة نانسي قنقر